المشروب 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 بسيط جدا جدا كل فكرته من لديه يوزر نيمو باسفل بخش بيهم على البرنامج لما بخش بيهم بلاقي معلومات تخصني ما هي معلومات تخصني؟ ما هي معلومات تخصني؟ أنا أريد أن أسجلها في البرنامج بسيط جدا كل فكرته أنا أريد أن أسجل اسم الموقع ويعلمون الموقع وهو يفعل ماذا؟ ولوزر نيمو بسيط بسيط جدا بخش يوميا على خمسين سبتين موقع وبعمل أكاونت هنا وبعمل أكاونت هنا عشان أعرف أن أنزل الحاجات وفي الأخر أنس الموقع كان لدي موقع جميل قوي يعمل كذا بس مش فاكر كان اسمه أو عندي موقع يعمل كذا بس مش فاكر كان يعمل ايه؟ أو خش على موقع يقولي دخل وزر نيمو باسفورد ومش فاكر وزر نيمو باسفورد ايه؟ بسيط فأنا هعمل برنامج بتاعي بس يجب ما يعمل ايه؟ بس نيمو بسيط جدا بيعمل برنامج بسيط جدا ان تكون مفيدة جدا لن تكون لديك مشكلة ويجب ان تكون لديك مشكلة بنابج يخبرنا على البنات و سوف نعمل بفجر الستوديو عشر 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 خلاص نعملو أكسس لن افتح الأكسس نعم خدت أكسس لن افتح لأنني أكسس عشر 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 لا 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 مفروط تعملون انجليزي مش مهم يعني اعمل جداول بس عادي يعني مش قضي يعني قدي التاباز هي ودي الفيجول الستوديو هو ابدأ الاول بالفيجول الستوديو ولا ابدأ بالتاباز اعمل الفيجول الستوديو الاول من الفايل نيو وفيجول البيزي واندو سفورميس ابلجيشن اساملها ايه بروجيكت او نسميه ويب سايتس سايتسجل فين على الدي هو فولدر اسمه vb.net زائد اكسز واشيل خالص دي يبقى ايه وابيرد نت زائد اكسز والمشروع يبقى اسمه ويبقى اسمه ويبقى اسمه ويبقى اسمه وادوس على اوكي ليه اعملت كده الاول انا عشان ما اجي اعمل خارج ما اجي تحت حطها جوه الايه جوه نفس الفولدر اجي تحت حطها جوه نفس الايه الفولدر اجي تحت حطها جوه نفس الفولدر مش مشكلة خالص هاجي كنا من هنا من قائمة بتاع الزرارة للويندوز ده ويعمل ايه نيو اجي تحت حطها جوه نفس الفولدر ويعمل ايه اجي تحت حطها جوه نفس الفولدر اجي تحت حطها جوه نفس الفولدر اجي تحت حطها جنفس الفولدر هلا فولدر اسمه ويبصايتس تاني خش عليه هلا فولدر اسمه بينا يخش عليه هلا فولدر اسمو بينا هلا فولدر اسمه دي باج خش عليه هناك اخوة لمسكدة ومدخل اسم القهرة وبنات بنات وتقول د ثم نبدأ ومعمل ايه؟ اوكي ومدهي السنعة على زرار create ومدهي السنعة على زرار ايه؟ create قال لي table 1 تلق في table 1 تلق كمين وتقوله close أقلتوا خالص؟ كم دا كله تعرفين؟ خلاص؟ واجهي هنا على create واختار table design واختار table design رسع على table design قال لي هنا field name هنا data type هنا description حاجة على field name اسم الحقل يعني عند field name وأقول له ويب او site name او site ايه؟ site name اسم الموقع وده طبعا تكست وده نوع ايه؟ تكست لا يتعدى لخمسين حرف تكست وعكد هكد هنا url الوه اللوه او htb.t شرطة شرطة www.vvvv.com مش عكشارطة العنوان ده دسم url خلاص UIRL Unified Resources Located ما علينا خلاص حاجة كده هتاخدوها بالتفصيل للترمي الجاي وعلي خير بلسة في البداية اختصارات الانترنت وبرتبارات الانترنت وموضوع متاع الحاجات دي هتاخدوه في مدرش عب اسمها انترنت نسا ما خدتوهاش ماشي خلاص UIRL ودي تيكست وده ايه تيكست طبعا نص كبير لاني ضهب عن عنوان بيبقى عنوان مش هبطيش الخلص ده UIRL وعايز ديسكريبشن يعني ايه ديسكريبشن وصف الموقع ده بيعمل ايه ده نص طبعا كبير برده انا اقول الموقع ده اللي هو بتاع كذا 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 عشان ابقى فاكر يعني خلاص وي ام ايه وي تاني يعني الاكاونت بتاع اللي انا عامله على الموقع ده انا مش عامل اكاونت على الموقع ده يبقى ليه يوزر نيمو الباسود بتوعي صح؟ ايوه يبقى انا اصدهول يبقى اليوزر نيمو الباسود بتوع مين؟ اليوزر نيمو الباسود بتوع مين؟ اليوزر نيمو الباسود بتوع الموقع ده او الاكاونت او اليوزر اكاونت اليوزر اكاونت اليوزر اكاونت اليوزر بتاع الموقع ده اليوزر بتاع الموقع ده والباسود بتاع الاكاونت بتاع الموقع ده طبعاً يوزر أخليه نص مثلاً محدش بيعمل يوزر نيمة أكتر من 20-30 حرف طبعاً والباسورد الكبير هو 20 حرف ليه نمبر؟ ما هنفعش أكتب الباسورد بتاعي أحمد؟ ما هنفعش أكتبه A-B-C؟ أخلنا نتافيس خالص أميز بقى أسألك مع الأخير يعني البرايمير لازم يكون أعصر حاجة وحاجة مميزة مميزة وحاجة أعصرها بقى مش لازم يكون نمبر أو نصر ما تفريش معاك؟ خلاص، طيب هنا إيه المميز عندي؟ إيه اللي ما يكرارش؟ الصايت نيم ما بيكرارش؟ طب و URL ما بيكرارش برده؟ بس الصايت نيم كبير و URL أكبر أكبر أو لا إيه؟ ممكن أفعله كل الموظف لديه رقم معروف كم نرى الؙين الموظف 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 سأخبره هنا سيكون ممكن أختاره تركمه الكائب يعني ماهي تركمه الكائب يعني أول واحد يأخذ واحد بنين، ثلاثة ربعة، خمس، ستة، الشخص لن يجب أن أخبره لن يجب أن أخبره ولكن هذا ليس مستحب في كل الأنظمة نقوم بثل تركمه الكائب سأخبره مماهي الموقع الثاني أخبره بالنسبة لي ليس مهم والأرقم الموقع لي ليس مهم رقم الموقع ليس مهم و قلت له مفتاح ايه قال لي سايف الجدول ده قلت له سايف قال لي اسميه ايه قلت له اسميه ويب سايت جدول الويب سايت جدول الويب ايه ويب سايت و عايز اعمل جدول تاني لليوزرز اللي بيخش كل واحد بيخش على البرنامج ده يبقى ليه يوزر نيمه ايه باسورد يخش بيهم يفتح للمواقع بتاعته اللي بسايفة الوحدة خلاص كده و هنعمل له كمان ايه بار كود معاندي متوسع شوية يعني بس مش مهم لغرض ان احنا نجرب يعني لغرض ان احنا نجرب عايز اعمل جدول تاني اقفل ده واجه عند كريت واختار تيبل ايه تيبل ديزاين مقايا لليوزر وده ناس تلاتين باسورد وده ناس عشرين باسورد و بار كود لو كان ليه بار ايه بار كود طبعا لو كان اللابتوب بتاع كbee ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يعرفش هل معنى كده تفتح حساب بتاعي؟ لازم تكون عارف الوزر نيم كمان عشان تبقى تفتح ليه؟ لازم تفتح ليه؟ عارف الوزر نيم وعارف الباصل يبقى الباصل واحد لو انت عارفته مش ايه؟ مش مهم لازم يكون معاك لبنين عشان كده مش ممكن يتكرر صوته وما ينفعش ما يتكررش عاكد عاملته بيتكررش يحسن معا مشكلة ليه؟ اذا انت عملت لنفسك اسمك ايه؟ كرولوس كرولوس ماهر كرولوس ماهر انتعال الباصل بتاعك اسم والدك ماهر خلاص؟ وجاء اخوك لاجل الصدفة جاء عمل الباصل بتاعه ماهر لو هيقوله كرر هو كده عارف الباصل يبقى الباصل لا ينفعش خليه ما بكررش انا قلته خليش ما بكررش انا هقوله انه هو كرر يبقى هو عارف يبقى الباصل طب الباركود ماينفعش الكرر كل واحد ليه باركود بتاعه واحده كل واحد ليه باركود بتاعه ايه؟ واحده نعم؟ نعم؟ مش لازم بقى انه هو الصحة اوه عايز الايميل اوه اوه والايميل مش عايز بس الصحة معكم بس 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 سبعين لا اوه لازم انا اكتب ماهر حاجات تانية ما علينا يوزر ليه بيكرا طب وبركود ما بيكررش والايميل ما بيتكررش ولا ينفع لتانية ما عندهم ايميل واحد بيشارك ما يفعل خلا كل واحد ليه؟ طب ولا لا بيتكرر ولا بيتكرر ولا بيتكرر انا هل براي ماريكي يوزر ليه؟ مش معنى اقصر حاجة لانه اقصر ايه؟ اقصر حاجة مابتة اشتركوا في القناة 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 بس المهم اشتركوا في القناة 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 تنفيذ الووبسايت الموجود مبدئيا جدا فأعاز عمل الشاشتين قد يشيق الأولى وقوم بقيت باللغة وقوم بقيت باللغة وقوم بقيت بربيتز وقوم بقيت بربيتز أبيض وأسميها لوجين وقوم بقيتشير بوكس كده حلوة أضطها هنا ودور على صورة وقوم بقيت ممكن نختار صوت الايه في الوقت مش لقين أشخاص تمام أو نخليه هنا على الشمال كده ومنازل الليبل أنا محتاج برده وأخذبط الخط بتاع الشاشتين بتاعتي لا لا الصوت 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 كده مش عجبني هيري الطول على 12 مثلا أو 14 زي ما أنت تحب ووكي وبعدين بدي أخليها أو أوتو سايز قدام هي حجمها حل أصغر الشيدي شوي هيري هيري واجيب لابل لا وبعدين بقى ومدخل على تكسة ومكتب ايه؟ الوزر الوزر واجب له تكسة بوكس كده بنحلال تحته شكله مش عجبني التكسة بوكس ده ممكن أزبطه شويه نعمل لغاية بوردر 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 أخش على بوردر ستايل وخليه فكسة عشي بعمل بالمانزر ده بوردر ستايل بوردر إيه؟ ومنزل لبول كمان ومكتب فيه باسورد ومنزله تيكست بوكس وردو أثبت البوردر ستايل على فكسد وعلم عليهم كده وطلعهم فوق طبعا تلاحظ ان فيه واحد ده دخل شوية ده طالع جوه ده طالع عفصة موقعهم وقفين كده وندايس ايه اللاين ليفت يعني كلهم يبقى نفس البعد عالشمال هتنم كلهم الزبط وعالشمال كده مفروض بالزبط خلاص اللاين ليفت كده بالزبط و اعمل ايه ثاني وحط زرارة لوجين و اكتب عليه لوجين خلاص اه خلاص اه ثاني هطلععهم فوق شويه و اضع لابل الصوت هنا عشان عنواني المشروع و اسميه ويب سايت سيفر و ممكن اضبطه الفونت بتاعه بشكل مختلف تسميه عنوان يعني اختار مثلا نوع خط امبكت مثلا اي نوع خط انا عايزه و امبكت مثلا اي نوع خط امبكت مثلا امبكت بشكل مختلف اي نوع خط امبكت بشكل مختلف و ممكن اضع لابل الصوت ليس بيكاريت يوزر خلاص؟ متهاجل كده شكل اللوجين مبدئيا زبطناه مبدئيا لسه هزود فاشل حاجاتي خلاص؟ والشيشة التانية اللي هنسجل فيها بيانات بيانات المواقع بيانات المواقع هتبع عاملة ازاي؟ اجي من قائمة بروجيكت وقالوا اد ويندوز فورم يعني عايزة اديت ايه؟ ويندوز فورمة تانية فورمة تانية خلاص؟ وقالوا اد ويندوز فورم هتسميها فورمة اتنين وقالوا لا يعني ممكن اسميها فار ام سايد فورم سايد واندايس ايه؟ اد لعيد الشاشة تانية ايه؟ وعند شاشة ايه؟ تانية ايه؟ شاشة تانية دي اخلي عنهم بتاعها ويب سايد وازمت الفونت بتاعها انا بازمت كل ده بازمت الدزاين بتاعي خلاص؟ اخليه نفس النظام اللي هناك اريال بولد على اتناشر زي ما اخترتوا بره عشان يبقى طعم المشروع واحد وندس اوكي؟ والخلفية تبقى ابيض حل هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عاملة ازاي؟ انا عندي ويب سايد كتير عندي ويب سايد كتير الاول اخليه دخل بياناته هنا بتاع الويب سايد خلاص؟ همعمله من بلاش كومون اختار مجموعة اسمها كونتينرز كونتينرز يعني الحويات يعني الحاجة اللي بحطها واخطها جواه حاجات تانية واختار جروب بوكس واختار جروب بوكس نازل جروب بوكس كده واكتب فيه ويب سايد ديتيل ويب سايد تفاصيل الويب سايد خلاص؟ ماشي وارجع تاني للكومون ومنزل هنا اول حاجة عند الويب سايد نيم تفاصيل صح؟ واجبله حاجة برد علي يجب تكون حاجة سرحان ومنزل تيكست بوكس ونفس التنسيق بوردر ستايل على فكسد تفاصيل ثلاثة نيم تفاصيل محتاجة اكبر الشاشة جوية ممتن مرات البوكس ومنازل لابل تاني URL منازل تكتس بوكس تاني مختار برضو فيكس تسنجل URL قد يكون طويل شوية حلو كده خلاص بعد URL ايه تاني محدش فاكر ونزل لديسكريبشن ونزل لديسكريبشن تكتس بوكس برضو خب تكتس بوكس ما تشيبه ليه اهو برضو خليه ايه تكتس سنجل بس ده عايز ممكن يكتفيه اكتر من صدر صح اللا ممكن يكتفيه اكتر من صدر شايفي مانسام الزوال ده دوس عليه واختار مالتي line اختار مالتي line مالتي line كده بجيب Southwest كده تكبر من بدير تكبر من التكست بوكس بتاعي مش بس كده ممكن يطلع لهنا scroll scroll زي لا شايفين ده لو كده يعني عشان لو كتب كلام كتير يعني عشان لو كتب كلام ايه كتير اقف عليه وااجع على scroll bar بار عندي هوريزونتل وفيرتيكال وبوض هوريزونتل ده اللي هو سكرول بار اللي هو زي ده من تحت من تحت الفيرتيكال ده اللي هو فين اللي هو زي ده البوض الاثنين البوض اللي هو الايه ونان مافيش انا اختار مين فيرتيكال بس فيرتيكال بس خلاص تمام كده وليوزر نيم والباست وضبتوه على الاكاونت وليوزر نيم والباست وضبتوه على ايه الاكاونت ونجاب لوزر نيم اللي انا عملته هنا ده خمس احنا على كده هنا غالص عمش اخترت ايه الموزر قام بوض نعم ليوزر نيم ماذا يوزر بس انا خايفة احدى تكلمة يوزر نيطلق باقكم وديوزر قام بوض لعني يوزر اكاونت او الاكاونت ايه يوزر نيم تاع الاكاونت ماشي يوزر نيم بتاع الوب سايد ده ونزله تكست بوكس وراع تكست بوكس ازبطه على تكست سينج وتاني لابل تاني نسميه الباسورد ونزله تكست بوكس تاني واخليه برضو تكست سينجل تكست بوكس وده المين الباسورد ماشي ايه تاني بس حاجة تانية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة